بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أرحب أستاذ الوزراء بعد غدر سوف نبدأ يوم جديد من عام 2022 فكل عام وأنتم بالفخير أنتم عوالكم وشعبنا العراقي في كل مكان من العراق مرنا خلال السنة ونص من إدارة الحكومة بتحديات كبيرة بعضها نجحنا بها وبعضها احتاجت وقت أو اخفقنا بها نجحنا بشيء نحميه ونحافظ عليه ودائما أقول بصراحة هذه النجازات التي صارت هي بدعم من كافة السادة الوزراء وبدعم من شعبنا العظيمة بصبرها بحكمته تحمله هي التي خلتنا ننجح بهذه الظروف لشان النجحة تجب أن نفتخر بها ونعتز بها ونحاول نحميها والحكومة القادمة تقوم بقدر ما يمكن من حمايتها واستمرار على هذا النهج الورقة البيضاء كانت واحدة من هذه النجازات التي قدمت للدولة الكثير من عائدات مالية كبيرة بالرغم من محاولات الشوشرة عند البعض على الورقة البيضاء لكن الورقة البيضاء لاقت استحسان كثير من القطاعات الشعبية والقطاعات الوطنية في الصناعة وفي الزراعة وكذلك في إرادات ودعم الاحتياط ولهذا السبب لأول مرة رغم الظروف الصعبة وباء كورونا انهيار أسعار النفط وكنا على حافة انهيار النظام السياسي والاجتماع العراقي نجحنا بتوفير أقصر من 12 مليار دولار احتياط للبنك المركز العراقي بالضافة إلى رفع تصنيف العراق إلى درجتين بهذه الظروف هذا انجاز كبير جبنا نفتخر به كذلك العراق كان قاب قوسين من أن يكون دولة مارقة وبعيدة في علاقات الخارجية انجحنا خلال فتاة قصيرة بإنساء العراق كثير من دوره الأقليمي والدولي العربي والإسلامي وانجحنا بتحسين علاقاتنا وكذلك احتضار أكثر من لقاء للشقاء للأصدقاء للجيران على أرض بغداد أرض السلام انجحنا بترطيب الأجواء ونجحة هذه العلاقات في تقريب وجهة نظر كثير وتجنب المنطقة والعراق آثار حرب قد تكون لا سمح الله مدمرة على العراق والمنطقة كذلك عملنا بكل جد لحماية شعبنا من وباء كورونا رغم أن هذه الأزمة هي أزمة دولية وفرنا أفضل لقاحات للشعب العراقي وما نظن نستمر بتفضيل أفضل الشركات للعمل في هذا المجال في العراق كذلك عملنا في مجال الطاقة لأول مرة عملنا على الاحتمال على الطاقة النظيفة وغيرنا اسم الوزارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة ووقعنا عقود كثيرة مع الشركات تهتم بالطاقة البديلة والطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية لكي تكون فرصة تواكب العصر والمتغيرات على الأرض نعم أن تحديات أخرى منجحنا بيها بسبب ظروف اقتصادية بسبب ظروف سياسية ولكن بكل تأكيد سوف نحاول أن نعالج هذه الأمور في المستقبل وسوف نقدم ورقة الحكومة القادمة على إجراءات التي ممكن أن تستفاد من تجربتنا فيما يخص بعض التحديات الصعبة لنا بيها وبعض الاخفاقات كذلك من نشخصها ونقول لنا أنها خفقتها في هذا المجال حتى نعبر بيها إلى برد الأمان علاقاتنا مع الأقليم كانت أفضل علاقة لهذه الحكومة منذ عام 2003 نفتخر بها العلاقة التوترات كانت قليلة ونادرة وقد عندنا اجتهادات كثيرة حاولنا أن نعبرها والحمد لله شكر بالحوار الجاد وبناء ناصر التقليم نجحنا بيها بعبور هذه العلاقة المتوترة تلك كانت باستمرار المتوترة عبرناها بأفضل طريقة والحمد لله شكر مرة ثانية أتمنى لكم التوفيق لكم الشعبنا وأقول لكل الأبناء الشباقي نحتاج أن نؤمن بالمستقبل نؤمن بانتمال العراق اليوم كذلك ينتهي ناة السنة ويكون الحضور للتحالف الدولي الدول القتالي انتهى وبالفعل استحبت القوات القتالية ولم يوجد اليوم جندي من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل وإنما وصول مجموعة من المشاشرين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحارب ضد الإرهاب وضد داعش وكذلك هذه السنة كانت نجازات أمنية كبيرة الجيش العراق البطل الجيش مقافة الرهاب والباشمرك والحجر الشعبي وشطة التحادية في تحدي في الأول الأرهاب والدواعش وقتنا أكثر من شخصيات مهمة عند هذه الجماعات وسوف نستمر مطاردها في كل مكان مرة ثانية أتمنى لكم التوفيق لكم العوائلكم والشعبنا العظيم شكرا شكرا